قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مصر تؤكد حرصها على توصل التفاقي ملء وتشغيل ملزم لسد النهضة يحقق المصالح المشتركة من خلال الموازنة بين تحقيق إسيوبيا لأقصى استفادة ممكنة من السد في مجال توليد الكهرباء وتحقيق تنمية المستدامة مع عدم حدوث درر لدولتي المصب مصر والسودان وأكد مدبولي أن مصر تبدأ اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف أخذا في الاعتبار ما تعانيه مصر من نظرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل التي يعد النيل الأزرق مصدرها الأساسي وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل كان دائما من أولويات مصر من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تساهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول وأكد مدبولي أن مصر تعرب عن أمالها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي ترجمة نانسي قنقر